السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بأمر الله وصلنا اليوم إلى المراجعة النهائية استعدادا لاختبار اللغة العربية بعد غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى حبيبي أهم حاجة أول ما نستلم الورقة بتاعتنا إن شاء الله الورقة الامتحانية إحنا طبعا مستعدين وحلنا امتحانات كتير ورجعنا على درسنا اللي كنا نسيناها والحمد لله إيدينا في الامتحانات يعني ده امتحانة عادي خالص زي الامتحانات اللي بتحلوه وإنتوا قاعدين في البيت ما نتوترش نسمي الله سبحانه وتعالى ونبدأ بالسؤال اللي إحنا بنحب إن إحنا نبدأ به لو بنحب نبدأ بالنحو ما فيش مشكلة خالص بنحب نبدأ بالنصوص أهم حاجة إن إحنا بس نكتب السؤال أو نكتب رأس السؤال ونبدأ نشتغل فيه على طول بعد ما أقرأ الورقة قراءة متأنية كده وشوف إيه الدرس اللي أنا فرحت إني أنا شفت أسئلته قدامي أو الدرس اللي بحب إن أنا أحل فيه أبدأ به علشان ما أبدأش بحاجة تكون مديقاني فبتعرقلني بعض الوقت يعني تعالوا حبيبي كده نبدأ مع بعض عشان ما نضيعش وقت أول حاجة عندنا هي مخرجات التعلم طبعا إحنا بنتعلم من مراجعتنا من أول ما بدأنا إن إحنا نشوف طرق مختلفة للأسئلة وإن إحنا يكون عندنا روح المنافسة في تحصيل أعلى الدرجات وإن إحنا نجيب نجيد الإجابة على الأسئلة بتاعتنا إجابة نموذجية تعالوا نبدأ حبيبي أول حاجة عندنا بنلاقيها في الورقة هي التعبير التعبير طبعا حبيبي بنشوف إن فيه نوع اسمه تعبير وظيفي وده بيبقى إجباري ما بيخيرنيش خالص أنا بس جايب لكو أربع نمازج عشان نتضرب عليها وبيجي حاجة واحدة بس ممكن مثلا نلاقي قدامنا برقية فنمرة واحد اكتب برقية لتهنئة زميل لك على نجاحه بتفوق في الشهادة الإعدادية زيكم كده بإذن الله تعالى طيب حبيبي البرقية لها شكل محدد البرقية دي بتبقى عبارة عن كارت عارفين الكارت اللي إحنا لو فيه تعزية أو تهنئة بنروح نشتري كارت كده بس ده بقى بنروح لمكتب البريد عشان نرسله للشخص الآخر ده شكل البرقية حبيبي قدامنا برسم أو بعمل بالمسطرة المستطيل الكبير ده كل حاجة من اللي أنا كتبها دي بيبقى لها درجة طبعا الكارت ده هنعتبر ان اللي باللون الأبيض ده هو الكارت هنكتب فوق على إيدنا اليمين اسم المرسل إليه اللي أنا بعت ليه البرقية وعنوان المرسل إليه وإلا البرقية دي هتوصل إزاي لازم اسمه وعنوانه طبعا ما بكتبش أي معلومات أو أي بيانات بسيبها نقط زي ما هي كده الجملة اللي بتطلب مننا بكتبها في النص جملة واحدة ما بنزلش على السطر الثاني خالص هي لازم تبقى جملة مختصرة جدا بتعبر عن نوع البرقية هل هي تهنئة أو أي برقية أوه تحت بقى على إيدنا الشمال هنكتب اسم المرسل اللي هو أنا أنا اللي بعت البرقية وعنوان المرسل اللي هو عنواني أنا بحيث إن البرقية دي لو ما وصلتش للشخص اللي أنا بعتاله البرقية بترجع لي تاني على عنوان يبقى حبيبي دي شكل البرقية طب استفحى الرئيسية تاني نمرة اتنين اللافتة اكتب لافتة تحص فيها زملائك على ترشيد المياه طبعا أيا كانت اللافتة اللي بتطلب مني هو بيطلب مني حاجة معينة طب تعالوا نشوف شكل اللافتة بصوا حبيبي اللافتة فوق هي مثلا طالب مني ترشيد المياه من اسمها هي اسمها لافتة طبعا كلنا بندخل مكتبة المدرسة بنشوف إن فيه لافتات كده متعلقة على الحائط مكتوب عليها مثلا حافظوا على الهدوء أو نرجو الهدوء أو لو ركبنا مواصلات عامة بنلاقي لافتة متعلقة ممنوع التدخين اللافتة من اسمها لازم تكون جملة قصيرة جدا ملفتة لنظري أقرأها في ثواني معدودة مش أكتر من كده فلازم تكون حاجة جزابة تجذب نظري وأقرأها سريعا لأنها ممكن تبقى مثلا أنا ركب السيارة بقود السيارة بتاعتي وفيه لافتات على الطريق مثلا نرجو الالتزام بربط الحزام عدم استخدام الهواتف لازم الجملة تبقى قصيرة حبيبي فزي ما مكتوب قدامكو كده نقطة مياه تساوي حياة دي لافتة للترشيد المياه افرض عندنا مثلا لافتة عن التعاون وتعاونه على البر والطق التعاون التعاون يبقى ده التوكيد اللفظي للحس على التعاون دي بالنسبة لللافتة تعالوا نشوف اللي بعد كده نمرة ثلاثة عندي مثلا ممكن يجينا وده ورد فيه امتحان من امتحانات الاعدادية استنادي فيه طبعا محافظات حبيبي امتحانت قابلكو فجاب لهم بيت شعر ليس الجمال بأسواب تزيننا إن الجمال جمال العلمي والأدبي وطلب مني أنسر البيت زي النصوص بالضبط أنسره يعني أشرحه تعالوا كده نشوف الشرح الشعر هنا بيشير إلى أن هناك نوعان من الجمال الجمال الظاهري جمال المظهر البسكويس أتزين بالحلي وغيره وجمال الجوهر هو جمال روح الإنسان الذي يتحلى بالعلم والأدب أيهما يبقى أيهما باقن وأيهما زائل طبعا جمال المظهر ده الزائل وجمال الروح والتحلي بالعلم وبالأخلاق هو الدائم أنا كده شرحت البيت أو نثرت البيت طب نشوف اللي بعد كده لو طلب مننا مثلا كل ده احنا في التعبير الوظيفي اللي بيجي لنا إجباري يعني هو حاجة واحدة بس اللي بتطلب مننا طب نمر أربع التقرير يجيني مثلا حبيبي اكتب تقرير عن رحلة قمت بها إلى المكان الفلاني زي هنا مثلا زكري المتحف المصري طب يعني إيه تقرير تقرير يعني اكتب وصف للرحلة دي خالي تماما من المشاعر هي مجموعة من المعلومات مش أحط فيها رأيي ولا مشاعري هكتب إيجابيات هكتب سلبيات بصوا شكل التقرير برضو أنا ممكن زي ما مكتوب فوق كده حبيبي إن أنا ببقى محتاجة إن أعرف الزمن أدي معلومة المكان كل ده هو بيدهوني في السؤال إيجابيات وسلبيات أنا بقى بكتبها خلاص ممكن نقول مثلا استغرقت الرحلة مشوار الرحلة مثلا وقت طويل دي كده في السلبيات استفدت العديد من المعلومات دي كده الإيجابيات خلاص شكل التقرير زي ما أنتوا شايفينه في المربع في المستطيل الأبيض ده إنه في يوم كذا ودي معلومة بيدهوني هو في السؤال الموافق كذا الساعة كذا ممكن أزود أنا معلومات من عندي قمنا برحلة إلى المتحف المصري وشاهدنا الآثار المصرية العريقة اللي من آلاف السنين وقدم بهرنا بها وكانت العودة في الساعة كذا السابعة مساء مثلا الإيجابيات وتذكر اتنين أو ثلاثة منها والسلبيات نفس الحكاية مقدم التقرير وبسيط مكان ونقط طبعا لإني مش مطلوب مني أكتب أي معلومات عن نفسي أو عن اسمي في الامتحان طبعا الموضوع أبسط من كده إن شاء الله يجينا برقية أو لافتة بس مش أكتر من كده ده بالنسبة حبيبي للوظيفي اللي هو التعبير الإجباري طب تعالوا بقى نشوف التعبير الإبداعي الإبداعي دول الموضوعين الكبار اللي أنت بتقراهم كويس جدا عشان تميز أنا هختار أنهي واحد فيه ده طبعا بيجي اختياري بختار على أساس إيه حبيبي بختار على أساس أنهي موضوع اللي أنا ممكن أكتب فيه عدد فقرات أكبر واللي أنا عندي عنه معلومات أكبر طب أنا عندي هنا موضوعين تخير واحد منهم إحنا طبعا بما إن إحنا شهادة عامة إحنا معرضين لإنه جينا موضوع يعني يكون معروض على الساحة الآن زي مثلا التغير المناخي التغير المناخي ظاهرة أصبحت تهدد بقاء الكائنات الحية وهذا كله يحدث بفعل الإنسان وما يفعله من ملوسات وأضرار هلاص أنا عرفت الموضوع الأول التغير المناخي لازم أقرأ الموضوع التاني يحتاج الوطن إلى الشباب القوي المسلح بعلمه وأخلاقه حتى ينهض يبقى أنا عايزني أتكلم عن الشباب ودوره في نهضة المجتمع بشوف أنا لازم أختار لأنا هقدر أكتب فيه كويس طب إزاي أكتب موضوعي يا حبيبي بحيث أنه هو ياخد أعلى درجة الحكاية دي مهمة جدا كتير من زمايلكو ولادي في الفصل يقولوا أنت يا ميس بتقري التعبير وانت بتصححي أنت يا ميس بتقرؤ التعبير وانت بتصححه طبعا أنا يعني مش أقول لكم أن احنا بنقرأه كلمة كلمة بس بحكم الخبرة بحكم خبرتنا أنا بنظرة واحدة ممكن أعرف الإسلوب بتاع الولد أو البنت اللي كاتب صح ولا غلط مستخدم القواعد النحوية اللي هو درسها ولا لأ حاطت أبيات شعر ومستشهد بقيات من الكرآن ولا لأ خطه حلو ولا لأ عنده أخطاء إملائية ولا لأ كل ده ممكن ما ياخدش كام دقيقة إنما كقراءة كلمة كلمة هبقى بنضحك عليكم لو قلنا لكم بس طبعا في حاجات كتير مش ظريفة بتحصل في موضوعات التعبير إن في أولاد بيبقوا للأسف مستهترين وبيكتبوا حاجات كده مش تمام وده طبعا بيعرض نفسه لأنه يفقد درجة كبيرة جدا درجة التعبير من أكبر الدرجات طب أكتب إزاي حبيبي الموضوع عشان نحصل على أعلى درجة أول حاجة عندي لازم يكون عندي عناصر والعناصر دي عبارة عن ثلاث أو أربع عنوين مرقمة واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة بالكتير أو كفاية أربعة طب على قد ما أنا كتبت عناصر اللي هي العنوين البسيطة القصيرة جدا دي أكتب عدد فقرات يعني أنا عندي مثلا تلات عناصر أكتب تلات فقرات في التعبير بتاعي الفقرة عبارة عن إيه؟ إحنا لو فتحنا أي موضوع قراءة في الكتاب اللي قدامنا كتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي بتاعكو هتلاقوا إن موضوع القراءة متأسم فقرات وده الصح يا حبيب ما ينفعش إن بقى فيه موضوع كله على بعضه من غير أي تقسيمة كده ما ينفعش لأن كل فقرة بتتكلم عن فكرة معينة فمثلا لو إحنا خدنا الموضوع الأولاني طغير المناخي وعايز أكتب عليه عناصر فهكتب كلمة العناصر وبعدين هبدأ أكتب نمرة واحد كيف خلق الله البيئة؟ أو خلق الله البيئة طاهرة نقية مش دي البداية هقول إنها كانت طاهرة ونقية وشكلها إيه؟ وربنا خلقها إزاي وصخرها للإنسان نمرة اتنين تلوث البيئة بفعل تصرفات الإنسان مهي ما تلوثتش كده الوحدة الإنسان كان لي يد قوية جدا في تلوث البيئة نمرة تلاتة أضرار تلوث البيئة أنا وين قصيرة حبيبي؟ نمرة اربعة طب نعمل إيه بقى في المشكلة دي؟ أنا عندي مشكلة عرضتها وقلت إيه سبب فيها؟ نمرة اربعة كيف نصحح مصار تلوث البيئة؟ أو كيف نعدل؟ أو كيف نحد من تلوث البيئة؟ خلاص؟ كتبت العناصر بتاعتي هي أبدأ أكتب فقرات الموضوع بتاعي فقرة وبعدين الفقرة دي لو أنا مش سايبة سطر خطي بأكواس جدا ما شعبطش ما يبقاش عندي أخطأ في الإسلوب أحاول أستخدم موضوعات النحو اللي أنا درستها في كتابتي وبعدين أجي عند نهاية الفقرة أحط نقطة طبعا أستخدم علامات الترقيم بين كل فقرة وفقرة أسيب سطر ما خلهمش كلهم وراء بعض أو كلهم لازئين في بعض بحيث تبقى شكل الموضوع مريح لعين اللي بيصحح لك بس أنا كده خلاص طالما خطي كويس ما فيش مش مش أغبطة أو مش مش أغبط مستشهد بأيات مستشهد بأبيات شعر كل دي بتخليني العناصر بتاعتي متأسمة فقرات علامات الترقيم كل ده بيخليني أحصل على أعلى درق طب تعالوا نشوف السؤال التاني بقى في الورقة الأسئلة بعد التعبير يبقى احنا كده عندنا تعبير وظيفي ده بيجي إجباري وبعدين تعبير إبداعي باختر واحد عايزين حبيبي تعملوا التعبير في آخر الورقة ما فيش مشكلة خالص بس حفظوا على وقته أهم حاجة طب بعد كده ثانيا القراءة أول حاجة بتقابلنا بعد التعبير القراءة أيا كان ترتيب القراءة قراءة متحررة وبعدين الموضوع بتاعي اللي أنا درسته في كتاب المدينة درسته وبعدين القصة أو العكس التلاتة هيكونوا موجودين قدامي ومفهومش اختيارات مش هيبقى فيهم أي اختيارات نمرة واحد القراءة متحررة المحتوى طبعا بيجي لي قطعة زي اللي قدامي دي بالزبط ومعظم إجابات الأسئلة بتبقى موجودة جواها هجيبها منين غير منها أو استنتاجية وبتبقى سهلة جدا الاستنتاجية دي تعالوا كده نقرأها مع بعض إن الأخلاق هي الربح الذي يجعل صاحبه ينجذب إليه الناس وتظهر الأخلاق في حسن تصرفاته وتجتفع بصاحبها إلى الدرجات الرفيعة وتكسبه أو جزاء أسبق حسنا في الدنيا والآخرة وتحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يبقى هو الفقرة لو احتاجت إن أنا أقرأها مرة واثنين وثلاثة ولو هي أصعب من كده شوية ما فيش مشكلة خالص اديها وقتها وقرأها أكتر من مرة المهمة تعرف هي بتتكلم عن إيه الفقرة اللي قدامنا بتتكلم عن حسن الخلق وإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أسنى ومدحة وشجع أصحاب الخلق الحسن تعالوا حبيبي مقابل كلمة رفيعة طبعا كلنا عارفين إن مقابل يعني ضد أو عكس مقابلها يعني الكلمة اللي تقابلها ضدها أو عكسها طيب كلمة رفيعة يا حبيبي لو أنا كلمة رفيعة هاي البراب عليكم إن انتو حلتوها بس أنا عايزة أعرفكم بمفكر فيها إزاي بصوا حبيبي قال كلمة رفيعة لو أنا بصت لها منفردة بدون ما حطها في مكانها فوق في وسط الجملة بتاعتها أنا ممكن أعملها غلط يعني ممكن أختار رفيعة آه على طول كده إن حيفة عكسها آه أسفة دي معناها ممكن أخليها مثلا إيه أختار غليظة مثلا عكسها لأ أنا لازم رفيعة دي أرجع ليها في القطعة أشوف مقصود بيها إيه طب هو هنا بترتفع بصاحبها إلى الدرجات الرفيعة يعني الدرجات العالية يبقى الرفيعة هنا مش معناها إن هي نحيفة ولا حاجة لأ معناها إن هي درجات عالية يبقى الكلمة ما بصلهاش حبيبي منفردة لوحدها هنا تحت لازم أرجع أشوف مكانها في القطعة فوق الرفيعة يعني العالية عكسها الوضيعة برافو عليك حبيبي اللي بعد كده مفرد كلمة أحاسنكم يطرى محسنكم محسن دي جمعها محسنين أحسنكم إحسانكم حسنتكم تفتكروا إيه؟ هي طبعا عندي مفرد أحاسنكم أحسنكم كيف رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق؟ إذا الرسول شجعنا على حسن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حبيبي في آخر سطر قال لنا حديث شريف إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني الرسول ما قالشي أنا بحب أكتر واحد اللي بيصلي كتير أو اللي بيصوم أكتر لا قال دا صاحب الخلق الحسن هو دا أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة يبقى رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق بأن بشر صاحب الأخلاق الحسنة بأنه أحب الناس إليه يوم القيامة وأنه مجاورا له في الجنة إيه دا حد يطول إن هو يبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة من منازل الجنة من هو دا بقى صاحب الخلق الحسن طيب تاني موضوع عندنا حبيبي موضوع طريق النور طبعا أنتوا عارفينه كواس قوي والحمد لله أكيد من ذاكرينه لويس برايل وكيف أنه وصف بأنه واهب النور للمكفوفين تعالوا نقرأ الفقرة اللي قدامنا دي آه دي فقرة زي اللي أنت هتكتبها في التعبير بالزبط وتقوم واخد نقطة وسايب سطر شوفوا لو إحنا مش سايبين سطره هنسيب سطر عشان نبدأ نكتب الفقرة رقم اثنين وهكذا يعني أسم موضوعي بحيث يبقى مريح لعين اللي بيصحح عشان أقدر أخذ أعلى درجة طيب بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة التي كانت معروفة حين ذاك وكان ارتفاع كل حرف منها عن سطح الورقة سلاس بوصات وعرضها لا يقل عن بوصتين على أن هذه الطريقة لم تجبع رغبة الغلام الطموح طيب طبعا احنا عارفين من هو الغلام الطموح اللي بيتكلم عنه الفقرة لويس برايل المراد من كلمة تجبع تجبع رغبته يترى تردي ولا تنفع رغبته ولا تقوي رغبته ولا تعين رغبته يبقى تردي مضاد كلمة الغلام الطموح عكسها عكس الطموح الحزين لا ده الحزين دي عكسها السعيد الضعيف الضعيف عكسها القوي القصير القصير دي عكسها الطويل أكيد هي الأقرب للمعنى هي اليقوس يبقى الطموح لا ما عندهش طموح ده عنده يأس ده علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية أجبعت طريقة الحروف البارزة رغبة برايل في القراءة طبعا أنتوا عارفين القصة وعارفين أن دي الطريقة الأديمة اللي كان بيتعلم بيها وأن قراءة كتاب صغير أو كتابة قصة صغيرة تحتاج لعدة مجلدات لأن الحرف البارز ده كان ارتفاعه عدة بصات وعرضه عدة بصات أخرى فكان عشان يكتف قصة قصيرة أو يتعلم حاجة بسيطة جدا كانت تحتاج أنه يستخدم عدة مجلدات لم ترضي ولم تشبع هذه الطريقة رغبة برايل يبقى الإجابة طبعا خطأ توصل برايل إلى وضع رموز سهلة وأرسلها إلى الأكاديمية لحد هنا الجملة صحيحة بس هل الأكاديمية دي كانت في لندن؟ احنا اتفقنا أن احنا هنقرأ لآخر حرص بزرطة وغلط دي طبعا الأكاديمية المقصود بها الأكاديمية الموجودة في باريس يبقى الإجابة خاطئة من خلال فهمك للموضوع دل على أن الحاجة أم الإختراع الإنسان لما بيكون في حاجة ماسة شديدة إلى شيء معين ده بيدفعه إلى الابتكار وإلى الإختراع طبعا إحنا عارفين قصة الضابط حيث استعانى برايل بفكرة أحد الضباط طبعا عمل إيه الضابط ده؟ الضابط ده كان بيحتاج أن هو يبعد تعليماته لجنوده وفي نفس الوقت عشان يقروا التعليمات دي لو أوقضوا الأنوار فالعدو هيشوفهم ويحدد مكانهم فكان بيبقى عايز الجنود دولي حبيبي يقروا تعليماته في الظلام فكان بيعمل إيه؟ بيستخدم نقطة وعلامات على ورق مقوة يعمل سقوب على ورق مقوة بحيث أن الجنود دول يقروا في الظلام التعليمات بتاعة القائد من غير ما العادو يحدد أمكانهم فاستعانى برايل بفكرة هذا الضابط وطبعا طور فيها لأن انتم عارفين أن لويس برايل ظل خمس سنوات يجرب حتى توصل إلى طريقته المعروفة الآن وأرسلها إلى الأكاديمية في باريس ظل برايل خمس سنوات يبحث ويجرب حتى هدية يعني أرشدة إلى طريقته المعروفة الآن يبقى برضو دي نتيجة إيه؟ جهد وتعب طيب اللي بعد كده قصة طموح جارية وأعتقد أن أنتو حبيبي الحمد لله ذكرناها كويس ونقرأ سؤال وإجابة والجزئية اللي أنتو مش فاهمينها لحد آخر الوقت النهار ده اللي عنده سؤال أنا تحت أمركم طيب ده علامة صح أو خطأ أمام العبارات نمرة واحد وجد نجم الدين ألوفا مؤلفة من الدنانير في خزانة الدولة بعد خلع العدل؟ أكيد طبعا أنتو عارفين الإجابة هل وجد ألوفا مؤلفة؟ طبعا هي الإجابة خطأ لقد وجد دي نارا واحدا وفيه سؤال تاني هنقابله على الحكاية دي يبقى الإجابة خاطئة اقترحت شجرة الدر أو شجرة الدر على نجم الدين سرعة القبض على المتآمرين والحكاية دي كانت في آخر فصل حبيبي هي اقترحت عليه ذلك هي طبعا ده عكس ذلك تماما هي اقترحت عليه أنه هو يشيع أنه هو يقبض عليهم حتى يستطيع منهم يعني بالذات داود أن يفر ويأخذ معه المتآمرين حتى لا تكون حركة عامة ده هي أوعزة إليه عدم القبض عليهم اتفق الأمراء الكاملية طبعا نسبة إلى الملك الكامل يبقى دول الناس المخلصين على خلع العادل والقبض عليه طبعا ومساعدة نجم الدين في دخول مصر بقيام صورة فاكرين القصة دي كلها تلجي الجيش المصري اللي يقول هو بقيادة العادل للعودة إلى مصر صح؟ برافو عليكم أحمد كمان أهلا يا أحمد برافو عليكم حبيبي وبودي الإجابة فعلا صحيحة تعالوا نشوف الأسئلة اللي بعد كده عقد نقط اجتماعا بإحدى القصور بالقاهرة أو بأحد القصور بالقاهرة يا طرى الأمراء الكاملية ولا جماعة الإصلاح والوحدة ولا الأمراء الصالحية إحنا ما سمعناش في القصة عن حد اسمه الأمراء الصالحية دي قبل كده من اللي عقدوا اجتماع الأمراء الكاملية هم اللي عقدوا اجتماع بأحد القصور بالقاهرة دخل موكب نجم الدين طبعا إلى مصر الرمل بين إيه؟ ده المكان اللي دخل منه وإحنا قلنا إن الجيش انتظروا فيه أو قابلوا فيه نابلس العريش ونابلس ولا العريش والجيزة ولا العريش والعباسة دخل موكب نجم الدين الرمل بين العريش والعباسة طبعا دي حاجات ما بين السطور كده لازم نكون قريين الفصل كويس جدا طب اللي بعد كده في القراءة حبيبي زي ما شفته كده إحنا ما عندناش اختياري يعني هتلاقوا الثلاث أسئلة بتوعنا اجباري أما في النصوص لا إحنا هيبقى عندنا اختياري أول حاجة في النصوص حبيبي فيه سؤال اجباري وده بيبقى المقالي أو السؤال النسر أسفة طب إيه الحاجات اللي ممكن هنلاقيها اجباري قدامنا أول حاجة طبعا عباد الرحمن دي هنلاقيها اجباري سؤال اجباري عباد الرحمن أو ممكن نلاقي رحمة ومحبة اجباري أو ممكن نلاقي فضل العلم اللي هو الحديث اجباري ما عندناش مجال للاختيار خالص ممكن يجي لنا حبيبي الحديث ده ما هو قدامكو كده وفي الآخر خالص آخر سؤال ممكن نلاقي سؤال من عباد الرحمن ما نتخضش وما نقولش ايه ده وإيه اللي دخل ده ده لا ما ده وده نسر واحتمال كبير جدا يبقى عندنا أو يعني بيجي كتير قوي إن نلاقي الحديث قدامي وبعدين فيه في النهاية خالص سؤال عن عن عباد الرحمن فيش مشكلة وما نتخضش من شكل السؤال طيب أنا جايب لكم من فضل العلم ده السؤال الإجباري اللي ما فيهوش مجل الاختيار النسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر طبعا هو لو جلنا الحديث هيطلب مننا أكمل الحديث فأنا إحنا قرناه كله عشان نتذكره حبيبي وبعدين نشوف بقى الأسئلة اللي جاي عليها ما مرادف رضاء وأن الملائكة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم يبقى رضاء تكريما وتشريفا وتقديرا جمع العالم طبعا كنما سهلة جدا حبيبي العالم اللي تحت اللام كسرة العلماء أما العالم ودي مش هنا خالص العوالم مفرد الملائكة تمام يبقى ملك وملك ملك وملك مفرد ملائكة ملك وملك نشوف اللي بعد كده في الحديث غاية ونتيجة وتشريف وضح ذلك طبعا الغاية اللي في الحديث عندنا حبيبي هي طلب العلم يعني قدامنا هو الجزء من الحديث وطبعا أنتوا أكيد مسكين كتابكم في إيديكم الغاية هي طلب العلم طب والتشريف والتكريم لمين التشريف والتكريم لي وسائل مختلفة منها رضاء الملائكة التي تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم ده تشريف وتقدير لطالب العلم خلاص طيب نشوف كده تاني لا خلاص الصفحة دي الغاية هي طلب العلم والنتيجة إن الله سبحانه وتعالى بيساهل له دخول الجنة والتشريف والتكريم إن الملائكة وكل الكائنات الملائكة طبعا بتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وبتستغفر له كل الكائنات الحية خلاص حبيبي طيب ما الجمال فيه سلك الله به طريقا إلى الجنة ممكن أنا ببص كده على إجابتكم تعالوا نشوف ما الجمال فيه سلك الله به طريقا إلى الجنة طبعا هنا حبيبي صور العلم بالطريق إلى الجنة شبه العلم أو صور العلم بالطريق إلى الجنة هو ده الطريق اللي هنمشي فيه للوصول إلى الجنة والجملة كلها علاقتها بما قبلها إنها نتيجة من سلك طريقا يبتغي فيه علما طبعا ده اسلوب شرط يبقى الجزء الثاني من اسلوب الشرط على طول نتيجة ونعلمتكم الحكاية دي أي اسلوب شرط بيكون من فعل شرط وجواب شرط النص التاني اللي هو جواب الشرط بتبقى نتيجة لما قبلها ما القيمة تعبيرية للجملة دي حبيبي وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم يعني إيه قيمة تعبيرية؟ مش إحنا ساعة نقول ده تعبير يدل على طب التعبير اللي قدامكو ده بمنتهى البساطة بيدل على إيه؟ على التشريف والتكريم والتقدير لطلاب العلم مدى التشريف والتكريم لطالب العلم طيب نشوف الجزء اللي كنا سبناه في القصة كده نرجع له علل أخذ نجم الدين يؤنب أخاه العادل بعدما وجد دي نارا واحدا بخزائن الدولة ليه أخذ يؤنبه؟ ليه الحكاية دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنجم الدين طبعا حريبي الأموال اللي في خزائن الدولة دي ليست ملكا للعادل هو اعتقد خطأا إنها ملك ليه فتصرف فيها كيف يشاء فكان ده منتهى الاستخطار منه وأن هذه الأموال هي التي تعب فيها وأعدها الملك الكامل اللي هو الأب بقى لنفقة الجيش وإعداد السلاح ولأبواب أخرى من أبواب الإصلاح الكثيرة لذلك وصفه بالسلطان الطفل معنى كده أنه ما كانش عارف هو بيعمل إيه كان فاقد لعقله ومش عارف هو بيعمل إيه يبقى لامه على استخطاره في التصرف بأموال الدولة السؤال الأخير في القصة حبيبي ما عنيش رجعنا للقصة ماذا يحدث له إنصاع نجم الدين وراء غضبه وأمر بالقبض على الأمراء معنى كلمة إنصاع يعني استجابة استجابة لغضبه إذا كان نجم الدين استجاب لغضبه وأمر بالقبض على الأمراء ده في الفصل الأخير حبيبي لكانت حرقة عامة وهذه الحرقة تمكن داود مما يريد هيصطاده في الماء العكر ليه هياخد كل الكارهين لنجم الدين في صفه وهينقلبوا عليه فهي نصحته بعدا فعل ذلك زوجته طبعا عندنا حبيبي في النصوص الاختيارية بقى اللي هجلنا اختياري في الورقة أنا عندي نص كون جميلا وده لإليه أبو ماضي وعندي نص آيات العلم وعندي نص الكتاب يعني أنا عندي تلت نصوص شعر التلت نصوص دول حبيبي هتلاقوا منهم اتنين قدامكو اختاروا منهم واحد والله لو أنا عندي وقت وحابي بحل التاني أحله بس في نهاية الورقة لما خلص ولاقي نفسي عندي وقت زيادة لأن الوقت بيبقى على قد الأسئلة يعني هم محددين الوقت حبيبي مش مديين السؤال التاني ده وقت طب والله انت عندك وقت وكويس وشاطر وحلت بسرعة في الآخر طبعا لازم نحل التقني بسرعة دي مش مطلوبة في الآخر السؤال التاني أحله في نهاية الورقة وما تخافوش الورقة بتتصحح لآخر حر يبقى عندي تلت نصوص نص الكتاب ونص كون جميلا وعندي نص آيات العلم هيجيلي منهم اتنين اختروا واحد نص كون جميلا لإلي أبو ماضي من تبر وتراب ده ديوانه بيقول ايه النص ده حبيبي تعالوا كده نتذكر كله مع بعض أيه هذا الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدو تعليلة ياريت يبقى كتبنا في ايدينا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة تتوقى يعني تخشى وتخاف والرحيل يعني الموت وترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندائك ليلة بين ترى وتعمى مقابلة هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبءا ثقيل والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميل فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميل طبعا آيات رائعة ممكن أوي أستخدم حاجة منها في التعبير إذا كانت مناسبة لموضوع التعبير حبيب خدنا منهم آخر ثلاث أبيات هو الذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميل فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميل طبعا الأبيات لإليه أبو ماضي شعر لبناني من شعراء المهجر هجر أمريكا سنة 1911 طبعا بعد أن جاء إلى مصر وقضى بها وقتا تعالوا نشوف الأسئلة حبيبي بتاعتنا معنى يزول لازم أبصلها في وسط الجملة بتاعتها فوق يزول يعني ينتهي وعكسها يدوم ويبقى ده لو طالب مني عكسها طب السؤال اللي بعد كده مضاد كلمة جمال ودي طبعا سهلة جدا مش محتاجة أن أنا أرجع لها في الأبيات ولا حاجة هي طبعا إيه؟ ها؟ قبح عكس جمال قبح جمع ده هي معنى ده يعني إيه حبيبي؟ معنى ده يعني مرض جمعها أدوية طبعا لا ولا أدواء ولا دواوين ولا دواعي آخر اتنين مستبعدين تماما يبقى أدواء وبردو سهلة جدا في الأبيات تحذير ونصح طيب أي أن كان السؤال رقم به ده يا حبيبي لو أنا حسيت أنه سؤال بايخ أو سؤال رزل بالنسبة لي شوية فهو غالبا بيبقى سؤال طالب مني شرح الأبيات اللي قدامي بعد المعاني والمفرادات والمقابل والحاجات دي ما تستغلشوا يعني السؤال بعد كده ما يدايقناش لأنه غالبا بيبقى شرح الأبيات اللي قدامي طب النصح والتحذير واضح جدا هي أصلا فكرة الشاعر أنه بينصح الإنسان بأنه دايما يكون متفائل وأنه يبتعد عن التشاؤم وأنه يملأ نفسه وعقله بالجمال لأن فاقد الجمال لا يراه فيما حوله يبقى التحذير أن الإنسان فاقد الجمال زي ما عندك في البيت الأولاني حبيبي لا يرى شيئا جميلا في الحياة فيظل طوال الوقت متشائم يبقى التحذير من التشاؤم والنصح بقى ينصح بأن يتوقف عن الشكوى طالما أنه ليس به داء وليس به مرض وأن يتمتع بالجمال وأن يتمتع بالصبح وأن لا يخاف من زوال الصبح حتى يزول ما يفضلش طول الوقت متوتر طول الوقت خايف أن حاجة تزيع منه طب اللي هزيع منه هو حياته لأنه هيفضل إنسان متشائم طول الوقت فمش هيشعر بالحياة ومش هيعيش الحياة فالأبيات رائعة نشوف اللي بعد كده نشوف الإجابة الأول حبيبي يحذر الشعر الإنسان الفقد للجمال الذي يملأ نفسه التشاؤم أنه لا يرى في الوجود شيئا جميلا هو ده التحذير وينصحه بأن يتفائل ويستمتع بالحياة ما دام يعيش فيه طب ما نوع الأساليب الآتية أي هذا الشاكي وما بكداءه أي هذا الشاكي نوع الإسلوب إيه حبيبي أي هذا الشاكي إسلوب نداء الغرض منه التنبيه طب الشاكي جمعها شكاه وشاكون عكسها إيه؟ عكسها راضي وقانع عكس الشاكي الراضي القانع طب ده إسلوب نداء حبيبي غرض التنبيه وما بكداءه يبقى وما بكداءه يعني ليس بك أي داء ما هنا نافية يبقى إسلوب نفي غرضه الشعر بيستنكر الشكوى بدون سبب ليس بيه أي داء ليس بيه أي مرض طيب ما قيمة تنكير كل من شيئا وداء يبقى الإجابة التقليل يبقى تنكير شيئا أفادة الشمول والعموم تنكير داء أفادة التقليل تعال نشوف اللي بعد كده من نص الكتاب للشعر أحمد شوقي هو طبعا كان بيتكلم عن صحبته للكتاب وأنه استبدل صحبته للكتاب بالأصدقاء يعني استغنى عن الأصدقاء وأخذ الكتب أصدقاء له كلنا فاكرين النص ده حبيبي ومذاكرينه طبعا كويس ولازم نكون مأكدين عليه قوي كلما أخلقته جددني وكساني من حيلة الفضل ثيابة صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابة إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطول أحاديث اقتضابة تعالوا نتذكر كده الأبيات دي معنيها كلما أدت شرط غير جازمة تفيد التكرار أخلقته أبليته وأهلكته بقصرة الطلاع عليه جددني زادني بالمعلومات وبين أخلقته وجددني تضاد أو مقابلة كساني ألبسني من حيلة الحيلة اللي هي مفردها حيلة كل شيء يتزين به الإنسان والفضل الكثير من كل شيء جمعها فضل وأفضل صحبة هي صحبة على فكرة هنا حزف المبتدأ ودي يعني بيدل على أهمية الحاجة اللي بدأ بيها وهي كلمة صحبة صحبة الكتاب له دي بتدل على الأهمية صحبة لم أشكو منها ريبة لم أشكو منها ريبة لم أشتكي وريبة يعني شك ووداد لم يكلفني عتابة يكلفني يعني يحملني والعتاب يعني اللوم إني يجدني طبعا ده إسلوب شرط حبيبي إني يجدني يتحدث طبعا يتحدث دي نتيجة للي قبلها إحنا اتفقنا إن إسلوب الشرط بيكون من فعل شرط وجواب شرط يعني فعلين وراء بعض تاني فعل ده أو تاني جملة بتبقى نتيجة للجملة الأولى إني يجدني نتيجة لذلك إيه بيتحدث أو يجد مللا يعني سأما وضيقا يطوي يعني يختصر يطوي يختصر طبعا مجزومة في جواب الشرط حبيبي بحسب حرف العيل اقتضابا اختصارا عكسها تطويلا وإسهاما يبقى مراضف ملل يبقى كلمة ملل سأم أو ضيقة تعالوا نشوف اللي بعد كده مضاد اقتضابا نحن قلنا اقتضابا اختصارا يبقى عكسها لسه محدش ما وصلنش إجابة يبقى مضاد اقتضابا اللي هي اختصارا عكسها إسهابا وتطويلا جمع الفضل دي سهل قوي فضول وأفضل توماس برضو هو طيب زي الفل بنات زي الفل حبيبي كلكو ولاد وبنات ربنا يحفظكو يا رب العلاقة بين القارئ والكتاب علاقة لا تساورها الظنون يعني لا تشوبها أي ظن أو أي شك وضح ذلك طبعا احنا قلنا مهما كان السؤال ده انا شايفه ان هو صعب فهو بيبقى طالب مني شرح بيت من الابيات اللي قدامي دي العلاقة بين الكتاب والقارئ علاقة لا يشوبها أي شائبة ولا يدخل فيها ظنون ولا شك حيث ان الكتاب لا يشك ابدا في صاحبي والعكس فالعلاقة بينهما قائمة على الإخلاص والحب والمودة لا شك فيها ولا عتاب كما ان الكاتب الكتاب أسفأ يراعي الحالة النفسية لصاحبه فاذا شعر منه سأما ومللا اختصر الأحاديث واذا وجده يعني يريد أن يتحدث معه أسهب في الأحاديث يبقى هو بيراعي يبقى العلاقة بينهم تبادلية علاقة تبادلية كل واحد بيراعي صاحبه طب نشوف اللي بعد كده ما الجمال في قول الشاعر كثاني وكثاني من حلال فضل ثيابة طب هو الفضل احنا قلنا ده شيء معناوي ما هو الشيء مادي ازاي خلى ان الفضل له ثياب ها يبقى اولا شبه الكتاب بإنسان يكسو صاحبه شبه الكتاب لأن كل الأبيات فيها تشبيه للكتاب بإنسان دي ما نسيبهاش أبداً كل بيت في تصوير للكتاب بشخص هنا صور الكتاب بشخص يكسو قارئه بكثير من الفضل كما صور الفضل بالزينة التي تجمل صاحبها مما يدل على أثر القراءة في تهزيب النفوس وصلنا حبيبي للنحو ونركز كده فيه مع بعض شوية أنا عارفة ان شاء الله بإذن الله ان انتم قادرين على تقفيل قطعة النحو احنا مذكرين كويس الكام درس بتوعنا متدربين عليهم كويس جدا بنصل لدرجة ان احنا لما نيجي نقرأ الفقرة بتاعة النحو بنبقى عارفين مواضع دروسنا اه الدرس ده نعارفه الدرس ده نعارفه يبقى عارفين الكلمات اللي احنا هنسأل فيها انا حب ان انتو توصلوا للمرحلة دي وانتو بتقرأوا الفقرة بتاعة النحو انا عارف انها يسألني في الكلمة دي وانا عارف انها يسألني في الكلمة لان الكلمات دي هي دروسي لما درستها تعالوا نقرأها كده مع بعض ما اعظم اللغة العربية خط الله بها كتابه المنزل القرآن الكريم فلنحافظ على اللغة العربية قواعدها فلنحافظ على اللغة العربية قواعدها فلغتنا نعم اللغات منزلة ولنجعلها مصدر عزنا وفخرنا فلا حبز من ينكر فضلها فيا عربي زين لسانك بها وافخر بلغتك لغة الكرآن تعالوا حبيبي نعرب الأول الكلمات احنا مشان نظهر الإجابة غير لما اشوف اعرابكوا انتو اعرب ما تحته خط اول كلمة المنزل بصوا حبيبي عشان نكون شطرين في الاعراب الكلمة اللي قدامي اللي هي تحتها خط دي استحالة انا هاعرف اعربها وهي لوحدها يعني ايه يعني لو انا فضلت بصص لها كده ساعة اتنين تلاتة عد زي ما انت عايز انا مش عارف اعربها امال يعني ايه كلمة اعراب احنا قلنا قبل كده الاعراب فرع المعنى لازم اشوف الكلمة دي في وسط الجملة بتاعتها في وسط اخوتها اللي قبلها بالذات فلازم اجيب الجملة من الاول عشان اعرف مكان الكلمة دي مكانتها ايه مكانها ايه يا طرى هي مبتدأ هي خبر هي مضافة ليه تعالوا نشوف كده خط الله بها كتابه المنزل خط يعني كتبه بصوا انا باعد اشرح لنفسي ازاي عشان افهم المعنى بهمت المعنى هعرف اعرب الكلمة على طول خط الله طبعا لفظ الجلالة فاعل بها البق حرف جر والجار اسفة والهاء دي ضمير مبني في محل جر خط الله بها كتابه خط كتابه يبقى كتابه ده مفعول به مفعول به منصوب والهاء مضاف اليه كتابه المنزل عندي كتابه معرفة والمنزل معرفة كتابه معرفة بالاضافة للضمير يعني انا ممكن اشيل الضمير ده وحطه لنفسي الف ولم فتبقى الكتاب المنزل الكتاب المنزل متى يال احنا كده قرفنا الاجابة تعالوا كده اشوف اجاباتكم فانا مضارع منصوب طب تعالوا يا حبيبي نرجع له كده فلنحافظ على اللغة العربية انتو مش حسيني ان فيها صغة امر فلنحافظ انا عندي هنا حبيبي لام دخل على الفعل المضارع اسمها لام الامر لم ولام الامر ولان ناهية لما بتسبق الفعل المضارع بتجزمه امتى ينصب اذا سبقته ان ولن وكي ولام التعليل دي مش لم التعليل يا حبيبي عشان الناس اللي اجابتها انه مضارع منصوب يبقى هم اعتقدوا ان دينام التعليل لام التعليل ده انا لو بعالل للي قبلها انا ما فيش اي تعليل هنا ده في امر فلنحافظ ادني صغط الامر ده فعل مضارع دخل عليه لام الامر فعل مضارع دخل عليه لام الامر فبتجزمه يبقى فلنحافظ فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامة جزمه السكون فلنحافظ على اللغة العربية قواعدها. فلغتنا نعمل لغات منزلة. انا شفت ناس اعربوا منزلة دي. صح. منزلة تمييز منصوب بالفتحة. برافو عليك يا جنة. وجودي قالتلي على الفعل اللي فات مجزوم. برافو عليك يا جودي. ايوة جنة قالتلي عشان لام الامر هيلة. وبودي برضو يعني قال فعل مدرع مجزوم هيل. تمام. تمام. طب نشوف قال بعد كده. كلمة منزلة. تمييز منصوبه علامة نصبه الفتحة. ولنجعلها مصدر. ولنجعلها مصدر. حبيبي احنا كلنا فاكرين الافعال اللي بتنصب مفعولين. فاكرينها انتوا درستوها في سنة تانية تقريبا. الافعال اللي بتنصب مفعولين. زي وجد وعلم ورأة وجعل وفي كسة وقلبسة ومنحة ومنحة. كل دي افعال بتنصب مفعولين. طب ولنجعلها على فكرة برضو دي لم الامر برضو. طب نجعلها من الافعال اللي بتنصب مفعولين. فين مفعوله الاول? الضمير المتصل به. ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول. فين الفاعل? ضمير مستطر تقديره نحن. ولنجعلها نحن. طب الهاء مفعول اول. مصدر مفعول تاني. ولنجعلها مصدر عزنا. خلاص. مفعول به تاني منصوب وعلامة نصبه. عروة كبدالي مفعول به. بس اه وتوماس كتب مفعول مصدر مفعول به ثاني. تمام. برافو عليك. اه هي عروة طبعا هنبقى محتاجين كلمة ثاني دي لاننا عندي مفعول اول. فلازم اوصف بقى اول وثاني. لازم. اه يا جانا فاكرين الافعال دي برافو عليك. والله هايليل. يبقى نجعلها من الافعال اللي بتنصب مفعولين. ادي الاجابات حبيبي قدامك وهي. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده استخرج من الفكرة السابقة منادة وبين علامة اعرابه تعالوا نرجع للفكرة تاني ما اعظم اللغة العربية خط الله بها كتابه المنزل للكرآن الكريم فلنحافظ على اللغة العربية قواعدها فلغتنا نعمل لغات منزلة ولنجعلها مصدر عزنا وفخرنا فلا حبزها من ينكر فضلها فيا عربي زي اللسانك يا عربي والنداء خلص ويه الكلمة عندي مبنية على الضم في محل نصب يا عربي يبقى نوع المنادة هنا ايه حبيبي ناكرة مقصودة ولا ناكرة غير مقصودة طبعا ناكرة مقصودة حكمها ايه حكمها البناء تبنى على ايه مبنية على الضم في محل نصب ادي احنا قلنا كل حاجة عن المنادة اللي قدامنا طب طالب مني بدلين مختلفين نوع وبين نوعيهما انا هشوف اجاباتكو كده ادي القطعة قدامكو وهشوف اجاباتكو حبيبي يا عايز بدلين مختلفين طبعا انا عندي ثلاثة يا بدل مطابق يا بدل بعض من كل يا بدل اجتمال عايز هو نوعين مختلفين ما فيش مشكلة ان انا ارجع اقرأها في كل سؤال ارجع اقرأها تاني انتو عارفين ان نحو بياخد يعني اكبر وقت معنا في الورقة القرآن وقواعدها جنة او الاجابة طب تعالوا نرجع كده نشوف جنة صح ولا غلط عندي القرآن وقواعدها تعالوا نشوف ما اعظم اللغة العربية خط الله بها كتابه المنزل القرآن برافو عليك يا جنة هيلة والله يبقى خط الله بها كتابه المنزل ايه هو كتابه المنزل ده القرآن الكريم طبعا الكريم صفة انا مش محتاجة كلمة الكريم انا محتاجة كلمة القرآن طبعا البدل هنا ماله حبيبي او نوعه ايه اقصد مطابق ولا بعض من كل ولا اجتمال ها كتاب والقرآن واحد هم واحد ها يبقى كلمة القرآن بدل مطابق خط بها كتابه يبقى كلمة القرآن بدل مطابق وطبعا هنا منصوب الكلمة التانية قواعدها برافو عليها جنب جد هنحافظ على اللغة العربية ايه بالضبط اللي هنحافظ عليه في اللغة العربية قواعدها او قواعدها طبعا لان اللغة العربية مجرورة قواعدها هتكون مجرورة قواعدها بدل اجتمال برافو عليك يا توماس والقرآن بدل مطابق وجنع رفو عليك يا جنع وبودي اللغة العربية قواعدها اه انت سواني طب بودي انت ليه ذكرت اللغة العربية طلع له البدل وبس طلع له كلمة البدل وبس اللغة العربية دي مبدل منه انا مش محتاجه خالص انا مش محتاجه بحتاجه بحاجة واحدة بس لو طالب مني اعراب البدل فبص على اللي قبلها اللي هو المبدل مني انما ما اطلع لهش الجملة كاملة هنعمل زي جانا كده هنطلع على الكرآن وقواعدها بس الكلمتين البدل بس ده بدل اجتمال اللي هو الكرآن بدل مطابق وقواعدها بدل اجتمال ممنوع من الصرف مع بيان علة المنع هنرجع للقطعة تاني مع اعظم اللغة العربية خطى الله بها كتابه المنزل الكرآن الكريم فلنحافظ على اللغة العربية قواعدها فلغتنا نعمى اللغات منزلة ولنجعلها هنكمل ولا ايه؟ نكمل ولا انت وصل طولها؟ فين الممنوع من الصرف حبيبي؟ تعالوا كده نشوف الاجابة حبيبي الممنوع من الصرف كلمة قواعد طبعا صيغة منتهى الجموع ودي ممنوع العلة واحدة هو قال مع بيان علة المنع علة المنع انها صيغة منتهى الجموع بس خلاص؟ طيب هو طالب مني برضو من ضمن الاستخراجات مخصوص بالذم مخصوصا بالذم واعرابه نرجع كده للفكرة تاني مخصوص بالذم طبعا انا عندي الافعال اللي بستخدمها للذم بئسة ولا حبازة ما عنديش في الفكرة خالص بئسة بس عندي لا حبازة في اخر سطر عندي فلا حبازة من ينكر فضله فين المخصوص؟ من ينكر؟ الاسم الموصول من؟ طيب تعالوا نرجع كده للسؤال مخصوصا بالذم من ينكر وفضله طبعا احنا مميزين من باللون الاحمر لان هي دي المطلوبة واللي وراها دي جملة صلة الموصول لا محلة لها من الاعراب من اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر طب حبيبي هل هو مؤخر وجوبا ولا مؤخر جوازا ده سؤالي ليكم بقى هل هو مؤخر وجوبا ولا جوازا هيا منا ويا جودي هو مؤخر مع حبازا وجوبا مؤخر مع حبازا حبيبي وجوبا طيب بصوا في ناس كدبه اعظم في الممنوع من الصرف فاعظم هنا حبيبي فعل مش اسم ده اسلوب تعجب ما اعظم واعظم هنا فعل امتى اقول عليها ممنوع من الصرف اما اقول مثلا فلان اعظم من فلان خلاص بقت اسم تفضيل وكده طلحها ممنوع من الصرف يبقى ما نغلطش الغلطة دي تاني لان حكاية ما اعظم دي بتتكرر كتير في الامتحانات وطبعا انتو بتقعوا فيها فاعلا اسفا مش فاعل فاعلا للمتح وبين نوعه احنا هنجيب الاسلوب كله هنشرحه طبعا المتح بنستخدم له نعمة وحبازة انا ما عنديش هنا حبازة انما عندي ايه عندي نعمة فلغتنا نعمة لغات منزلة طيب ارجع للسؤال تاني عشان اشوف هو طالب ايه في نعمة فاعلا للمتح وبين نوعه طبعا احنا عارفين حبيبي ان هم اربع انواع لفاع النعمة وبئسة اولا المحلة بقل نرجع للفكرة كده وبعدين المضاف لما فيه قل وما ومن الموصولتان والضمير المستتر المميز بنكرة خلاص طبعا دي هنا فنعمة لغات منزلة فلغتنا نعمة لغات يبقى هنا المحلة بايه المحلة بقل كلمة اللغات طب اللي بعدها نعمة لسانا اللغة العربية ونعمة لسانه العربي اللغة العربية سني ما تحته خط طبعا ده سؤال غريب شوية وانا اصدى اجيبلكوا نوع من الاسئلة اللي انتو مش معتدين عليها عشان ما نتخدش هو الدنيا هتيجي ابسط من كده ان شاء الله نعمة لسانا فين فاعل نعمة هنا هو حاطت لي خط تحت كلمة لسانا هي تميز انا لازم احدد نوع الكلمة قبل ما سنيها وفاعل نعمة هنا ضمير مستدر يعني لما اجا سني الكلمة دي هحافظ على ان هي تبقى منصوبة زي ما هي منصوبة قدامي كده فهقول نعمة لسانين اللغة العربية نعمة لسانين اللغة العربية طب تعالوا نشوف التاني نعمة لسان العربية اعرب لسان ده ايه قبل ما سنيها او حط ايدي فيها لازم اعربها الاول ده النوع التاني من الفاعل اللي هو المضاف لما فيه قال يعني لسان دي فاعل تمام ده فاعل يعني معنى كده لما اجا سنيها هقول نعمة لسانان بس كده في حاجة غلط ها الكلمة مضافة لللي وراها يبقى عزف منها النول للتخفيف يا حبيبي يبقى نعمة لسانة العربيين اللغة العربية تعالوا شوفوا الاجابة كده عشان تركزوا اكتر والاجابة التانية كمان بسوا حبيبي اول واحدة نعمة لسانين انا حددت ان الكلمة تمييز وسنتها على هذا الاساس انها تمييز منصوب فحافظ على المصب التاحة فهنا سنتها بقى التمييز منصوب وعلامة نصبولية لانها مسن التانية بقى قبل ما سنيها او اجمعها او ايا كان طلبوا مني اعربها الاول نعمة لسانه العربي يبقى دي الفاعل بتاع نعمة فاعل فاعل يعني مرفوع تمام نعمة لسانان طب ازاي اقول لسانان وانا هضفها لللي وراها انا دايما بشيل النون للتخفيف فهقول نعمة لسانة العربيين انا ليه اصدت اقولها لكم بالغلط الاول عشان انت كمان تراجع نفسك يعني حتى لو انا عاملها غلط في الانتحان ببساطة كده بعد ما اكتبها اجا اشيل النون بتاعتي ودي للتخفيف وللاضافة لما ضفها لللي وراها اشيلها للتخفيف على طول النون دي يبقى نعمة لسانة العربيين اللغة العربية خلاص تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال اللي فات والسؤال ده اللي احنا قلنا عليهم حبيبي ده نوع جديد من الاسئلة اسمه سؤال الموازنات وده هتقبله كتير جدا في سنة وبنتدرب عليه من دلوقتي ده برضو سؤال موازنات عندي كلمتين زي بعض بالضبط اهو بس اكيد طبعا موقعهم مختلف وطالب مني اعرابه تعالوا نقرا كويس جدا والركز اوه في سؤال الموازنات دي او المقارنة بين الكلمة دي والكلمة دي قبل ما حط ايدي على الالم واكتب اي حاجة طب لغتنا العربية لغتنا مبتدأ والنا مضافئ ليه طبعا ضمير مبني في محل جر مضافئ ليه والعربية نعت عشان انا هاخد النادي اعملها الف ولام تبقى اللغة العربية خلاص انا عرفت انه نعت كده دي معرفة ودي معرفة نغتنا العربية مالها ايه اللي هيتمملي الجملة ها كلمة لغة القرآن تممتلي الجملة ولا لا طب انا هسيبكو برضو تقولولي هي ايه تعالوا كده على الجملة التانية نحب نحن طبعا فعل ضمير مستدر تقديره نحن لغتنا يبقى لغتنا دي مفعول به العربية العربية صفة نحب لغتنا العربية لغة الكرآن انا عايزة الاجابة تبقى منكوا انتوا حبيبي لغتنا العربية لغة لغة الأولى دي خبر لغة الأولى حبيبي تم مثلي معنى لغتنا العربية لغتنا العربية ما لها لغة الكرآن يبقى ده خبر على طول خبر مرفوع لما ترفع الضم الظاهر أما نمر اتنين نحب لغتنا ما فاول به العربية نعت منصوب لغتنا العربية اللي بنحبها دي لغة الكرآن فاكرين زي اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انا عمت عليهم يبقى كلمة اللغة دي بدل مطابق من اللغة الأولى يبقى بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر حبيبي والله انا مش عايزة اسبكو ولو في اي سؤال عندكو اكتبوهولي وانا هجاوب عليكم انا كنت النهاردة سعيدة بيكو جدا وانتو فعلا فعلا مستعدين ان شاء الله باذن الله للمتحان لسه عندنا وقت لسه عندنا بكرة ولسه ان شاء الله بكرة معنا مراجعة استاذ احمد برضو هتبقى مفيدة جدا بالنسبة لكو ان شاء الله حبيبي جهزوا اي اسئلة انتو عايزينها احنا بجد تحت امركو ووصقين فيكو وان شاء الله خير والدنيا هتيجي بسيطة وسهلة على كل الناس اللي مذاكرين اهم حاجة نعمل اللي علينا ونتوكل على الله ونترد الخوف من جوانا لان احنا عملنا اللي علينا خلاص فربنا ان شاء الله هيقف جنبنا لان احنا تعبنا هنقفل ان شاء الله الترمي الاولاني وباذن الله نقفل كمان الترمي التاني واشوفكو كده الاوائل على الجمهورية ان شاء الله يا حبيبي شوفكو على خير ان شاء الله الترمي الجاي جودي قبل ما نسيب مصطفى وانا كمان والله الجد حبيبي وجودي انا مش فهم ما يمس هو ليه بدل طيب نرجع للفقرة تانية فهمك يا جودي قبل ما نقفل الحس بس يا جودي البدل حاجة بنقول عليها فضلة في الجملة يعني ايه فضلة او فضلة في الجملة اسفا يعني حاجة زيادة يعني انا لو شلتها بس كده معايا يا جودي نحب لغتنا العربية مش الجملة كده تامة والجملة مش نقص حاجة ابدا والجملة يعني خلاص انا مكتفية بنحب لغتنا العربية انت محتاجة في الجملة حاجة تانية لا مش محتاجة انا بقى وضحت ان اللغة العربية دي او سبب حبي للغة العربية لغة الكرآن نحب لغتنا العربية لغة الكرآن اللي هي بنقول تفصيل بعد إجمال أو توضيح للي قبلها. بصي كده إحنا فاكرة لما قلت لك أنا حتى درفت لك المثال حالا قلت لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الجملة التانية دي جات لي للتوضيح وهو هو نفس الصراط أو نفس الطريق اللي ذكرته في الأول اهدنا الصراط المستقيم الجملة تامة مش نقصة حاجة خالص. بس جات جملة تانية بعدها للتوضيح صراط الذين أنعمت عليهم هنا برضو نحب لغتنا العربية لغة الكرآن. يبقى لغة التانية بدل من لغة الأولى. مش هي هي نفس اللغة ولا أنا بتكلم عن حاجة تانية هي هي يا جنة يبقى ما فيش مشكلة خالص التانية دي بدل من الأولى وهي طبعا بدل مطابق خلاص نحب لغتنا العربية لغة الكرآن واضحة جدا إنها بدل طبعا اه اشوفكوا على خير التنمي الجاي حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر